موسيقى نوعا ما عرفت بعض من التحفظ ولعب مغلوق نوعا ما مقابلة نوعا ما مملة معداء بعض المحاولات الخجولة هنا وهناك سواء من جانب الميلان او من جانب نادي ليل الفرنسي دايما كالعذاب اسماعيل بن ناصر القلب النابض للميلان ورئة نادي ميلان دايما قاطع للكرات يعمل في يعمل بطريقة رائعة وممتازة يقطع كل كرات الفريق المنافس الفريق الليل الفرنسي دايما هو رومانت الوسط رومانت الميزان نادي ميلان في الشوط اللول لم نرى كثيرا معداء بعض المحاولات قلت لي خجولة اسماعيل بن ناصر اللي حاول يعمل ضغط ضغط على المنافس في الثلاثين مترا ل نادي الليل الفرنسي مثل ما تشوفوه ايضا اسماعيل بن ناصر حاول انه يتلاعب بلاعبي نادي الليل الفرنسي هنا في الصورة نحظو نوعا ما في العشرين دقائق الاخرة تمركز نادي ليل والسفاقة من نادي ليل الفرنسي والضغط على نادي اولمبيك ليون بحوالي اكثر من ثمانية لاعبين من نادي ليل في المنطقة 35 متر لنادي ميلان حصول اسماعيل بن ناصر على بطاقة صفراء في الشوط الاول نظرا لرجوعه للخلف للدفاع اكثر وهذا بسبب غياب كيسي اللي كان مؤثر غيابه نوعا ما خاصة من الجانب الدفاعي وسط ميدان الدفاعي اللاعب اللي صراحة تمكن خرج اطار هو اللاعب طونالي اللي دافع عليه دايما لغازيته دولو سبور وماذا بها تشوفو دايما اساسي طونالي الحسنة الممكن الوحيدة هي كورة الهدف اللي سجلته الميلان اللي اعطاها لريبيتش لكن الكورة هو اللي بدت من عند طونالي اللي اعطاها كورة طويلة لريبيتش وريبيتش بدورو اعطاها الكورة اللي ارسل الكورة لكاستياخو الذي سجل الهدف هدف تعادل الليل الفرنسي بسبب خطأ دفاعي من المدافع الايطالي لنادي ميلان على المفارض الشرقاء بها لاسيقه على مهاجم نادي ليل طونالي دايما في الكوارث نتاعه اللي كاد تسبب فيه هدف ثاني ضد ناديه ميلان ايطالي هنا نشوف اسماعيل بن ناصر انه يعني استخلص كورة خطيرة 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 جدا داخل منطقة جزاء لنادي ميلان هنا دور دفاعي ليعملوا رائع رائع مساوى اسماعيل بن ناصر في تطور خاصة من الجانب الدفاعي وافتكاك الكورة واللاعب حتى يلعب حتى دفاعيا يعني دفاعيا كلاعب محوري ممتاز صراحة ايضا هنا نشوفوا اللاعب الطونالي اللاعب اللي كاد ايضا يتسبب في قلتها في لقطة اخرى في الدقائق الاخيرة اللي تسبب فيه مخالفة لنادي اللي كاد على اثرها انها قريب تكون هدف ثالث ايضا اللاعب هذا افهمت شانا النفخ هذا الاعلامي للاقزيتة ديل سبور بحكم اللاعب ولد بلادها اذا اسماعيل بن ناصر تحصل على تقيت مقبول جدا وجيد تحصل على تقيت سبعة حسبة موقع صوفا سكور كثالث لاعب من جهة نادي ميلا ثالث احسن لاعب من نادي ميلا اذا نتمنى التوفيق لي اسماعيل بن ناصر في قادم المباريات في الاخير ملتقنا مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته